قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة اللهم حجَّه لا رياء فيها ولا سمعة ما حججت ولا اعتمرت إلا لله لا ليقال الحاج فلان أو ما أكثر أن يعتمر فلان وأتم الحج والعمرة لله فقد أمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة ومن صور إتمام الحج والعمرة من هذه الصور صورة هي أعظمها وهي أن يكون الحج والعمرة خالصا لله جل وعلا فإذا أحرم الحاج أو أحرم المعتمر ينبغي أن يستحضر أنه ما أحرم ما حج ولا اعتمر إلا لله عز وجل كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى ألا لله الدين الخالص فيستحضر الحاج أنه ما حج ولا اعتمر إلا لله تعالى وليحذر من أن يخالط نيته شيء من أمور الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة ما حججت ولا اعتمرت إلا لله لا ليقال الحاج فلان أو ما أكثر أن يعتمر فلان أو فلان لا يترك العمرة في رمضان أو نحو ذلك من الأمور وكم فوت المسلم من أجور عظيمة بسبب أنه يغفل عن النية الخالصة لله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فقدر أجرك على قدر إخلاصك لله جل وعلا مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر